خذونا ننتقل بقى بالحديث عن النادي الاهلي وخليني نلعب لعبك عايزين كل حد فيكم يكتب لنا التشكيل المتوقع لنادي الاهلي نبدأ بكم الشناوي محمد الشناوي طبعا الشناوي حتى الان 50-50 مين 50-50؟ محمد الشناوي لا احنا عندنا يعني تصريح انه هو خلاص بدأ اصلا النهاردة خد النهاردة خفيف كده يعني 3-4 دقايق لكنه هو الفترة اللي فاتت خد حقنتين اتنين بلازمة بالزبط ولو الدنيا مش مظبوطة معي اخد حقنة 3 وعلى حسب مع الحقنة 3 هيلحق يلعب ولا لا خد بالك ان غياب الشناوي هيب أكثر تأثيرا على النادي الاهلي من غياب حمد فتح لان الشناوي البديل بتاعه مش على نفس الكفاء لكن في نص ملعب لو هنتكلم في حالة غياب عمد فتحي فيه أليو ديانج فيه عمر السلية فيه مروان عطي فلو رجل هو هيلعب بتلاتة في نص ملعب طب احنا ممكن على فكرة نبطة اللعبة دي بجد والله نقول الشناوي عشان نطمن جمهور الاعلي نقول الشناوي ان شاء الله جماعة محمد الشناوي الشناوي وحط بقى بقية التشكيل اللي لعب المباراة الاخيرة مباراة سيراميكا كليوباترا لان هو تقريبا الراجل لعب الفول تيم ماتش سيراميكا كليوباترا اللي هيلعب بيه ماتش الودانجة مين الحلب جنب محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم متولي 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 وهاني وعلي معلول يمين وشمال هاني علي معلول يمين وشمال اربعة تلاتة تلاتة هيبقى مروان والسلية وديانج السلية ديانج والسلاس الهجومي اللي هو يعني شايفه اكبر توليفة اللي هي فيها انتاجية بشكل كبير مع مارسيل كولر حسين الشحات وبيرسلاو ومحمود عبد المنعم كهربا ويه كهربا ويه حسين الشحات طب انا ممكن اأسأل سؤال بعد اذنك طبعا ليه السلية ليه مش حمدي فتح؟ ولا عشان الاصابة؟ حمدي لسه حمدي لسه بس هو ده اخف حد في الاصابات برضو انا فكرة انت متحمل عندي الاهلي لا خالص والله خالص والله خالص هل حمدي نزل تمرينة؟ النهاردة اه خفيف برضو لا النهاردة هو الوحيد اللي نزل تمرينة كاملة خفيف خفيف خبالك انت بتتعامل ملف الاصابات ده ملف خطير جدا وصعب جدا يعني انت ممكن تضحي يعني لو مثلا الشناو مش جايز 100% ولعبته ماتش الزهاب جيت ماتش العودة ملقتوش ايهم اخاف وطأة على الاهلي وعلى مارسيل كولر يلعب الشناو ماتش الزهاب ولا ماتش الياب طيب في حال لا قدر الله لا قدر الله تاني لا قدر الله محمد الشناو مش موجود مين علي لطفي ولا مصطفى شوبير انا بصراحة مش حاسس حد غير الشناو في في الفاينال افراد ايو ايو المتكلم يعني ما انت بدأت برضو بداية خطتنا كلنا يعني لا اعتقد علي ممكن يلعب علي لطفي علي ممكن يلعب على مصطفى شوبير اه طبعا عشان اعمل الخبرة كمان في مصلحة علي لطفي مصطفى لسه صغير مع ان شفنا مردود اداء الله اكبر ان شاء الله يعني انا بقول مصطفى شوبير امل مصر في حراسة المرمى امل مصر مش الاهل حارس مرمى مميز جدا وحارس مرمى واعد والشخصية عنده امكانيات وعنده شخصية بالزبط عنده شخصية امل ما يكون في حراس مرمى اه الفنياء بتاعته كويسة اه المرضود بتاعه كويسة اما الشخصية ديا دي حاجة بلت ان عنده شخصية داخل وخارج الملعب كمان بالمناسبة اه فيه لعبة كتير امكانياتها عالية جدا لكنها لما بتجي للنادي الاهلي مبتنجحش عشان خاطر شخصية النادي الاهلي ممم مفيش اي لعيب موجود في مصر عنده شخصية النادي الاهلي مصطفى شوبير فيه الحتة دي ساعدوا فيها بشكل كبير جدا طبعا هو متصعب بقاله فترة فاكتسب شخصية بشكل كبير اعتقد طبعا والده كمان الكابتن احمد شبير لعب دور كمان ان هو يسقي شخصية النادي الاهلي ويقوله تعمل في دي الصح دي الغلط دي الصح دي الغلط ولكن مش عاوزين نتكلم عن مصطفى شبير بالشكل المبالغ فيه لسه اكيد مصطفى محتاج لسه حاجات محتاج تطوير محتاج حاجات تانية كتير قدامه المشوار كبير جدا والده الكابتن احمد شبير ايوب الكرة المصرية اعتقد شبير عنده القدرة وعنده القابلية ان هو يصبر ويصبر كمان في النادي الاهلي حتى لو لم يكن الحارس رقم واحد لكن سيأتي عليه الدور سيأتي عليه الدور ان يكون الحارس رقم واحد ولكن عندما يأتي هذا الموعد يجب ان يكون كفا بنسبة 100% طيب السولية ليه قلت السولية ليه قلت السولية وانتش حمد يفتح علشان حتة الاصابة مش وصل يا جماعة يبقى نقلا عن الاساس خالد علي التشكيل المطاقة محمد الشناوي ولو لا قدر الله مش ناويش منجود معانا علي لطفي بعد كده خط الدفاع محمد عبد المنعم متولي علمينه على الشمال هاني وعلي معلول خط الوسط مروان ديانج السولية خط الهجوم كهرباء على مينه وشماله تاو وحسين الشاحات